وتفضل واليوم حنقدم وصفة ولا أطيب ولا ألز ولا أسهل من هيك حنعمل بسكوت منال العالم أنا حبيت أسميه باسمي لأنه هذه الوصفة أنا اشتغلت عليها وحبيت هيك أعطيكم تكنيك مختلف لبسكوت بيدوب دوابان المكونات عندي كتير بسيطة الطحين النشا والسكر الناعم البودرة وححتاج خليط من الزبدة والزيت أضفت الزيت مع الزبدة للحصول على طعم يبقى هيك يدوب دوابان وهذا السر في هذا الوصفة وكمان عندي البيضة وحضيف قليل من الفانيليا فنبتدي خطوتنا الأولى بتجهيز خليط الطحين على قطعة من الورق أو في طبق زي ما انتو بتحبو هحط لطحين السكر البودرة والنشا بس خلينا أنخل شوي كده عشان يصير عندي سبيس هضيف الملح والباكينج باودر برجع أعزائي باخد هالخليط وأنخله كمان مرة يعني مرتين تلاتة كل ما نخلته أكتر كل ما كل المكونات تجانست مع بعضها بلاحظ عندي هلأ شوية سكر نرجع نخد من الأسفل إلى أعلى وأرجع أنخل هخليه على الجنب وفي وعاء الخلاط هحط الزبدة الزبدة تكون لينة في درجة الحرارة العادية نطلعها من البراد قبل بوقت كافي وحط الزيت وحضيف البيضة والفانيليا هثبت مضرب التقليب وأشغل لغاية ما تختلط عندي هالمكونات مع بعضها الخليط أصبح ناعم هبتدي هلأ أضيف خليط الطحين والسكر والنشا أشغل على سرعة بطيئة لغاية ما تتجمع عندي المكونات وتصير عندي عجينة نعمة مجرد ما ألاقي العجينة بدت تنفصل عن جوانب الطبق خلاص بوقف ما بتحتاج تجنوها أكتر عشان ما تشد معي هيك عندي كفاية جدا وبلاحظ أنه العجينة كتير طرية زي كأنها عجينة غريبة هخليه على جنب وحاختار صنية قصيرة الحافة لأحصل على تحمير متساوي للبسكوت هخليها جنبي وهلأ نختار الآلب أو الشكل اللي أنتو بدكم ياه أنا هستعمل أطاعات مستديرة بهذا الحجم أو بهذا الشكل بس زي ما اقترحت عليكم فيكم تستعملوا أي نوع من الأطاعات حتى المقاس ممكن تختاروه ممكن ناخد المقاس هذا أو حابين كمان يبقى مقاس صغير كتير أو حتى هذا كله بيبقى شكله لزيز وحلو حسب رغبتكم أنا هاخد هذا المقاس ونشوف طريقة التقطيع هلأ طبعا كأي نوع بسكوت إذا حبينا نفرد العجينة باستعمال الرولنج بن على قطعة من ورق الزبدة ونقطع بس أنا اليوم هشرح لكم طريقة كتير بتسهل عليكم الشغل بالنسبة لتقطيع البسكوت مش محتاجين إنكم تفردوه نشوف هالطريقة سوا هاخد كمية بسيطة من العجينة أضغط عليها بإيدي بها الطريقة وأشوف قديش أنا بدي البسكوت سماكته أنا هذا البسكوت بديي بقى سميك شوي حوالي واحد سانتي بحطها بإيدي واضغط عليها ضغطة بسيطة خالص وأخد القطعة اللي أنا محتاجاها أو اللي اخترتها ومجرد أعمل هذه الحركة بشيل الزوائد وببساطة بضغط على البسكوت لا يطلع عندي في منتهى السهولة هاي الطريقة كتير رائعة اعتمدوها لتشكيل البسكوت لاحظوا كيف نضغط ضغطة خفيفة القرص اللي أنا عملته لازم يكون أعرض من الكتر اللي أنا عم بستعملها عشان أحصل على هذا الشيب بتخلص من الزوائد وبضغط ضغطة خفيفة ليسقط البسكوت بإيدي في منتهى السهولة بستمر بتشكيل وتقطيع البسكوت والصينية بتخيلها الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 12 دقيقة ليأخذ لون ذهبي فاتح ونشوف طريقة التقديم البسكوت بعد ما يطلع من الفرن بسيبه يبرد شوي وممكن بس أجمعهم على بعض وأرش عليهم السكر الناعم وأبتدي أحطهم في طبق التقديم بسكوت منال العالم كتير دلوع كتير لطيف كتير رقيق يعني بدكم تكلوا وأنتوا هيك مستمتعين بطعم بفت فتمكم هاش لذيذ وزي ما اقترحت عليكم تحطوا أي نوع مطيبات اللي أنتوا بتحبوها بسكوت كتير لذيذ وتفضلوا اشتركوا في القناة